دعوة على الفطور دعت إليها الشبيب الفتحاوية في نقابة المحامين الأردنيين في عمان للتذكير بالقضية الفلسطينية بكل تفاصيلها وحجد الطاقات والدعم والتأييد للدولة الفلسطينية والاستحقاق القادم والاعتراف وقبول عضوية الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة نحن الشبيب الفتحاوي داخل نقابة المحامين نحاول قدر الإمكان بحجد طاقات الشعب الأردني وذلك لتعزيز موقف القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى الأمم المتحدة أتأمل أن هذا الجود يترجم على الأرض في مناسبتين يومما نقدم الكتاب الطلب الاندبام للأمم المتحدة بمسيرات تأييد شعبية سواء في العالم العربي أو الإسلامي أو في المهاجر وبتأمل يومما يلقي السيد الرئيس الخطاب في الأمم المتحدة يكون نفس المظهر حتى نعطي الدعم المعنوي والشعبي ليس فقط الفلسطيني وإنما العربي والإسلامي حضور مميز من المحاميات والمحامين وأحزاب أردنية بالإضافة لنقباء سابقين ونواب مجلس شعب وأعضاء مجلس وطني ومركزي فلسطيني وعنوان عريض كلنا لأجل فلسطين هذا حق وبالتالي إحنا كمحامين من واجبنا الدفاع عن هذا الحق وبالعكس كمان دعمه في كل المنابر الدولية ومن خلال كافة الآليات الدولية اللي هي خلينا نقول المعاهدات الموجودة المنضم لإلها كافة دول عربية بالإضافة أنه وجود دول عربية في الأمم المتحدة المفروض أن يكون يسعى إلى الضغط نحو هذا التوجه صفتي رجل قانون أنا أؤيد وناشد كل الأمة العربية أن تقف إلى جانب أخواننا الفلسطينيين بانتزاح حقهم الذي ينادي بإقامة الدولة الفلسطينية حجم الضغط الأمريكي والإسرائيلي سيزداد خلال المراحل القادمة فلذلك المطلوب التدارك والوصول لرؤية سياسية واضحة إذا كان تم تقديم طلب أو عدم تقديم طلب في سبيل أن يكون هناك استحقاق إيجابي ولحصد كافة نضالات الشعب الفلسطيني في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية وعصبة القدس إن شاء الله قيام الدولة الفلسطينية ليس مجرد اعتراف قانوني بقدر ما هو بداية لإدارة صراع مركب بداية لطريق سياسي طويل ومحفوف بالمخاطر ويحتاج لعمل دؤوب لحل كل القضايا العالقة جديلة فلسطينية أردنية ولا أرواع جاءت داعمة لفلسطين قيادة وحكومة وشعبا لتمكينهم من دولة فلسطينية قابلة للحياة سنعم فلاح تلفزيون فلسطين نجمع النقابات المهنية عمان